أستاذ ياسر بداية اليوم سنستعرض التطورات الأخيرة التي بدأت بتصريح وزير الخارجية التركي حول لقاء سابق قبل عام مع وزير خارجية النظام أو نظام بشر الأسد قال فيه أن على المعارضة أن تتصالح أو بشكل أو بآخر يعني بتعبير آخر أن علينا أن نصالح المعارضة والنظام كيف قرأت هذا التصريح من وزير الخارجية التركي مولود شو شولو؟ بداية نستطيع أن نقول أن هذا التصريح ليس التصريح الأول سبق ذلك التصريح حول موضوع دعم النظام السوري حتى على المنحة السياسي من أجل محاربة الإرهاب هذا من جانب من جانب آخر يأتي هذا التصريح ضمن سلسلة النشاط التركي الذي حصل في الأون الأخيرة أتكلم عن قمة طهران ومن ثم قمة سوتي الذي كان يعني يعتبر الملف السوري هو على أعلى سلم المحادثات كملف بتصوري يعني الوزير الخارجية مولود جويش أغلو عندما طرح هذا الطرح هو لديه يعني جهة مخاطبة هو كان يخاطب الشارع التركي وفي نفس الوحظة يقدم رسائل سياسية باتجاه الدول الغربية أو الدول الفاعلة على الملف السوري وأيضا لديه خطاب موجه باتجاه الشعب السوري أو المعارضة السياسية التي من المفترض أنها تتعايش مع الحالة التركية ضمن مؤسسات التلاف أو الحكومة المؤقتة ظني أن الرئيس مولود جويش أغلو عندما طرح فكرة المصالحة خانه اللسانه وهو يقصد اتفاق امتداد لما يعرف بالقرار 2-2-5-4 عندما نقول أنه القرار 2-2-5-4 الذي هو تفسير للقرار 2-1-1-8 يتكلم عن هيئة حكم انتقالي يتشارك فيها النظام والمعارضة يتفقون بها على هيئة حكم في حال التوافق إذن عندما نقول أن هذا الأمر فأنا يعني لي أن خطاب وزير الخارجية يتماهى مع القرار 2-2-5-4 ولكن بنفس الآونة نشعر أن وزير الخارجية يخاطب الشرع التركي ويقول له من خلال ما يعرف بحالة التجازب في العملية الانتخابية القادمة في السنة القادمة هناك حال تجازب ما بين المعارضة التركية وما بين حكومة العدالة والتنمية المفادها على أن هناك ورقة يتم الضغط بها على حكومة العدالة والتنمية وهي ورقة الملف السوري وورقة اللاجئين السوريين إذن نستطيع أن نقول أن مولود جاوي شغله عندما طرح هذا السيناريو أو هذا الخطاب كان لديه حالة من جمع ما بين القرار الذي كما ذكرته 2-2-5-4 من أجل الرأي العام العالمي أو الدول الفاعلة في الملف السوري وأيضا من أجل الداخل التركي من حيث أنه يقول أنه يتفاعل بشكل جاد وأن الحكومة العدالة ماضية في حل مشكلة ما يعرف مشكلة تواجد السوريين كلاجئين ومشكلة الحالة الأمنية القلقة التي تتواجد على الحدود السورية التركية يبقى ما يشترك